قبل ذلك اسمح لي ولو يعني أنا أريد التعليق على مسألة القمم الأوروبية. القمم الأوروبية هذه القمم الأوروبية المتكررة. في الحقيقة أنا ثقتي ليست كبيرة بهذه القمم. أو لأكون دقيقا معك. أنا ثقتي ليست كبيرة في نوايا بعض الدول التي تشارك في هذه القمم. هذه القمم في نهاية سبتمبر أيلون الماضي اتخذت قرارا بتوزيع 160 ألف لاجئ متواجدين في مراكز اللجوء في تركيا وفي اليونان. نحن نتحدث عن مسألتين. مسألة 160 ألف لاجئ. ومسألة مليون ونصف المليون لاجئ. بتوزيع هؤلاء اللاجئين على جميع الدول الأوروبية. 28 أولا. لغاية الآن أو قبل أسبوع يعني تم الإعلان عن أنه تم لغاية الآن توزيع 208 لاجئين فقط من بين 160 ألف لاجئ. أنا أعتقد هذا معيب للاتحاد الأوروبي. هذا معيب لأدول الأوروبية. يجب عليها. ولهذا أنا أقول أن ثقتي في هذه القمم لم تعد كبيرة. لأنهم غير قادرين على حل هذه المشكلة البسيطة. فكيف لهم بحل مشكلة من مليون ونصف المليون لاجئ.